والله وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا وقفنا وقفة رجالة مبروك لمصر ولولدنا أهلا بيكم في حلقة جديدة حلقة خاصة جدا حلقة كلها انتصارات وفرح للشعب المصري اللي يستحق بالفعل الفرحة حلقة من الاهلي خط أحمر أهلا بيك يا فارس أهلا بيك يا أحمد ومبروك لكل المصريين على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء فرحة كبيرة جدا يا أحمد أكيد فرحة وكل الشعب المصري كان يستحق الفرحة دي وشكرا شكرا لكل لاعب وكل فرد في الجهاز الفني وكل شخص في المنظومة الرياضية حاول ان هو يبزي القصارة جهده عشان يفرح الشعب المصري اللي بالفعل يستحق الفرحة النهاردة لعيبة مصر صغار السن كبار في القيمة والقامة وفي القدرة على تحمل المسئولية جنب لي بقى أي فنيات على جنب بطولة مقامة على أرضك بتنجح في أنك تحقق البطولة برغم ممكن يكون ما قدمناش أفضل أداء ممكن يكون فيه الفنيات مش أعلى المستويات لكن الحماس والرجولة والإحساس بالمسئولية كان في قمة المستوى مع اللعيبة والجهاز الفني حتى بيبان في فرحاتهم شفنا كابتن شوق غريب شفنا رمضان صبحي القائد الليدر الراجل شفنا يا فارس فعلا من لعيبة صغار السن كبار القيمة ما عجز عنه لعيبة كبار السن في المنتخب الوطني سواء في أفريقيا أو حتى في التصفيات المؤهلة أو أفريقيا القدم انت قلت يا أحمد فكرة المنتخب الوطني أساس المنتخبات الوطنية هو الشعور اللي احنا حسنا النهاردة ده فكرة الوطنية وهي الوطنية ايه غير قطال وحماس وإصرار وكفاح ونتيجة انت بتحسها كمشاهد الناس كلها اتجمعت حواليه المنتخب الوطني ده وصدقت ورجعت الناس تتفرج ورجعت الناس في البيوت والأهاوي وفي كل حتة تفرح لأنهم حسوا الوطنية حسوا ان اللعيبة عندها إصرار عندها روح عارفين قيمة التشيرت اللي عليه على مصر والنهاردة كل المجهود ده شفناه في لحظة يا أحمد حسنا فيها ان كل لاعب من جواه فرحان المدير الفني اللي اول شوق غريب ليه تصريح بعد المباراة قالوا له انت توجعت للجمهور قبل ما تحتفل مع اللاعبين قال لأن الجمهور هو سبب البطولة وعشان كده لازم نبني على ده الجمهور اللي كان حاضر ما ينفعش يرجع يطلع من الاستاذ تاني كل مباراة الدوري وكل المصابقات لازم ترجع تتلعب بجمهور ما فيش حاجة اسمها جمهور الاندية غير جمهور المنتخبات الشعب المصري واحد مش فريقين ومش نوعين عشان كده لازم نبني على مكتسبات كتير قوي يا أحمد حسنا بيها النهار